أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حريصة على الانخراط النشط في مختلف أليات وأنشطة تجمع بريكس الواعد جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس والمنعقد في روسيا للتحادية حيث أوضح جبالي تحقيق السلام العالمي حيث أوضح جبالي أن تحقيق السلام العالمي يواجه حاليا تهديدات جسيمة جراء تفشي الصراعات والنزاعات مضيفا أن الأمال تعقد على تجمع بريكس ليضخ دماء جديد في شرايين نظام العالمي لمواجهة تحديات العصر الراهن ودفع أطر وآليات التعاون الدولي إلى أفاق أكثر رحابة وتعزيز صوت الدول الناشئة في عملية صنع القرار العالمي